خلاص يا أحلام، أنا عدت مع البنات وسمعت قصصهم إيه؟ إن شاء الله يختي لو كان فيه نصيب نبقى نشغاله هو إيه ده اللي خلاص؟ فاخدع أوامرك يا ابن طوح وصل البنات لحد باب الشقة وقفل الباب وراء حاضر، تفضل يا بنات ما بقيتش فاهمك يا طوح ما البنات حلوين، وإحنا ما عندناش بنات أصلا وبعدين ما أنت عارفة شغلانتنا، دايماً بتحب التجديد أول هام اسمي المعلمة طوحا تاني هام بقى ياسك أخواتك البنتان المصادين اللي أنت جايباهم دول واحدة فيهم خارجة من قصة حب مع وادمة عفن زيها ودمغها كلها مشغولة فيه يعني إن قاعدت مع زبون ياختي هتقعد تصحي وتحكيله وتسد نفسه الله عليك يا معلمة طوحا، يسلم بقك والبت التانية، دربة كيميا وصرصير يعني جبل لما عنداش إحساس ولا مشاعر وإحنا ياختي شغلانتنا دي كلها أحساس ومشاعر سيدي يا سيدي يا عالإحساس طب والله يتستهلي لقب معلمة لا، معلمة إيه؟ دا أنت ست المعلمين ست ستات معلمين المنطقة كلها قولي يا بيت كمان قولي حبيبتي يا معلمة، إيه اللي إشتدي؟ يا لهوي على الأمر بخاري وخميسي يا بيت بخاري وخميسي خمسة وخميسة، خمسة وخميسة في عين اللي يشوفك ولا يصليش على نعبي فعله هي أفضل الصلاة والسلام اسمعي يا بيت أنا مبسوطة بك أوي أنا هرقيك في الشقة اللي إحنا فيها دي بجد يا قبلة؟ هتخليني إيه؟ هخليكي مساعد طبخ وما كلش إلا من إيدك حبيبتي يا قبلة أي حاجة منك حلوة منوارة باتكلم جد جد ما تقولش الحد حد ده أنا قلبي سعيد فرحان وب إيه أشجان؟ إيه مالك؟ حاسس أن أنت مبسوطة أوي كانك قاعدة في حفلة أضواء المدينة يا باشا بس براوة إتجوا عشان بس منو بقاش كده متعبنين إحنا بقلنا نص ساعة من السامة، مستني إلي اللي إسمع كاشة هو عندك تمام مثلا؟ إيه ده بس يا باشا أنا مش عارف أنت عجول اليومين دول إحنا لازم نستنى الراجل ده وبعدين هو مالوش مكان تاني غير هنا لازم يجي يرازي في الناس وياخد منهم قتاوة ده معفن يا باشا معفن وبعدين حتى لو قاعدنا مستنين وخمس ساعات مش مهم، لازم تشوفه بعينك ولا يا باشا هتتبسط لما نلبس 25 سنة في وشنا ونلاقي إيه دينا في الكلبوش لو إنا بقبص إيدك الكلبوش هحقض في الكلبوش هحقض في الكلبوش 25 سنة كتير قوي بس يا شجن، الناس فراحة وجاء قاعدة تبص عليك كأنك قاعدة مع علاء عبدالخالق انت وشك سامحة باشا بس أنا هقولك بقى، الدماغ دي منتظبطة صح لو حد جاء سألنا إحنا عادين هنا ليه؟ إحنا نقوله إن إحنا مستنين المدان بتاعتك عند سنية الخياطة في العمر اللي قصبنا دي قميها قوم، قوم مش هيتينهم عسل على maintenance أها، أها يا باشا، أها شوفت؟ علشان تس CNC背بت لت اكذبنيlegenها بعدا بعد كده يا إبن الكلب إه؟ يا باشا، إهدا أنت عجول ليلي ومين دول مش لازم نتأكد الأول إنا ده الراجل اللي بيع عاك استحلا يا جي assume استحلا أيباعني ولا يفكر أصلا إيه يا باشا، انت محسسن أن هو أخوك في الرضاع حد من بقيت عيلتك وفيه إيه؟ أنيال، أنيال بكتير ده أبويا أشجان أيوة زي أبوك ولا أبوك أبوك؟ ما بقولك أبويا أشجان إحنا عروح في ستين دهي النهاردة نهارس ودي المهندسين بوزد اطلع يا باش أطلع ما تقول لي يا فخري حصل إيه؟ عملت اللي اتقلت لي عليه واتصالت به وأول ما عرف إن أنا من طرفك تغيرت نورة صوته حبيت أشرحه هددني وقال لي لو أي حد من طرفك أو من طرف أي حد تاني كلمه في الموضوع ده هيخليه بدل ما يجيلك الزيارات الجاية هيحصالك ويشرف جنب منك أنت متأكد إنه عصان باشا وقرت له إن أنا صور بتاعتهم أه طبعا وصوت عصان باشا معروف وأنا حبيت إن أنا هتكلم معاه ووضح له الأمور بس إليته هددني لدرجة إن أنا حسيت إنه لو كنته قدامه كان ضربني بالنار وحمدت ربني إن أنا كنت بتصك بيه من تليفون عمومي في الشارع أنا مش مصدق لي بسمعه ده أنا طول عمري بخدمهم بعناية أنا دايماً قلت لك يا سرور ونصحتك وقلت لك الناس اللي متغطي بيها عرياني ما سمعتش كلامي ولما وقعتي محدش واقف جنب منك ها أنا عايزك بس تفهمي عشان خطر ما تقريش نفسك ها قهر نفسي أكتر من اللي حصل لي وأكتر من اللي انت جاية تحكوهولي معقولة أنا أنا سرور اللي على سن ورمح اللي كان يتهزلها بلاد أدري من الرمية دي بقول لك يا سرور أنا عايزك تنسي الناس دي وتنسي إن انت تبد منهم أي حاج أو حد منهم يساعدك بأي حاج ها أنا عايزك تخلي بالك من نفسك وتقليمي نفسك على الظروف اللي انت فيها وشوف ها نعمل إيه مع طاب المحامين اللي انت جايباه ده ربنا ميرضاش بالظلم يا فخري أبدا أنا عارف والله أحسس بك وأنا على فكرة هجيب تهم محامي زاد المحامين اللي انت جايباههم وشوف ها نعمل إيه عشان خطر نخرج من الموضوع ده يعني إيه أنا حفظ المرمية الرمية دي آه ممكن تفضلي مرمية الرمية دي وتوقع الأسوأ كمان يا سرور ده أنا كنت تشهل كنت موت يا فخري إيه يا حمايدة أنا زبطت الناس بتوعي المزيكي عشان حفلتهم مثلا مني دي سلام متى المرة اللي فايت برضي قطولي زبطتهم وتلعت حفلة زبالة لا المرة دي غيرت الناس وغيرت لعب معدات كلها طيب انت عارف يا بقى المفروض مني يتغير انتو يا بقى انتو كلكم كلاس بتغيروا انتو والميكانيينكي الغابي اللي بيعمل الموسيكي بتاعي حملت الفرامل؟ كله تماما وكبتي تين القصي ولا المخشوه؟ لا الاصلي طيب احفلح عاجب بقى تصبرتي صوت المطور عشان مش ممزجني طيب بقولك ايه مفيش حاجة جاي علينا بقى اه المرة اللي فاتت قلت انه مفيش حاجة علينا جيت لك سجارة روحت معالية الدي برياجك وتع تقلب بالموتساكل وربنا كنت فاق احلف وربنا كنت فاق طيب خد وصل بقى صوت المطور اه مس على عيونك يا احلى عن محمدا ديركسيون في الدنيا ديركسيون ايه متخلف اسمه موريسون موريسون ايه التعليم المجاني ده يلا تكن على الله يا اختي ايه الاحراش دي ما تخطفني يا اسهل حبا بقى شيبة ديقة استقل خيري علي عيونكو عيوننا وانا عيوننا حلوة كده طب هات الفلوس وخلصت ده فلوس انت تقعد معايا شوية تجيبلي كبيرة؟ لا يا عنايا ماليش فيها خد حاجتك وحسابني انا التاكسي بيعد علي برا لا 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 تاكسي ايه اللي بتقولي علي اه لا ليه؟ انا وصلك بالموطسقلة بتاعي ولا بتخافي؟ منجي اللي تخافي ايز داي العادي ايضان اغشجان خلاص يبقى تقسل ذا يمشى ياباكى حاس بتاكسي دا ومشي وانا بياة لا يا باكيت نص ساعة وا واوقتى وستشار خلص الموطسقلة أكمadıك باقى عشان عاموا في خلاصة مصلحة خير عايز فارشين يوم الخميس عشان عندي حفلة نهار مضوحس داكنش بالتاجر في الحشيش النهاردة فرش ويوم الخميس فرشان يخرب بيتك لكون بتشرب الحشيش على إنه عصير ده ما بيتشربش على إنه عصير يا انت قلتلي اسمك ايه؟ جسدتي اولها اسمي حمادة حمادة موريسون وتانيها يا موريسون لا تانيها بقى انت توقعدي معايا النهاردة تعلميني بقى الحشيش بتشرب ازاي يا جنيلة وانا اللي فاكراك صايع ولافف مش عارف الحشيش بيتشرب ازاي مش مهم احنا هنشرب مع بعض ماليش فيه يا عناي وماليك في ايه عسل انت؟ ما تلمي نفسك يا لولو انا ليا في الضغري بس وبعدين نشوف موضوع الفرش بتاعك ده مع دياب باشا لما نقابله لا 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 لسه استنى دياب وبعدين ايه موضوع لولو ده؟ لمي نفسك بدل ملعف وشك البخت واخلي ما انا خيرك ديت هلها تفتحات وبعد انت الدينجرس ومفخخة وخطر اه خطر قوي بس العامل نفسه حلو بس هو في حلو غيرك انا في القعدة وعلي النعمة شكلك مش هتجيبها البر يا اسمك ايه؟ الله ما قلنا حمانة هي البانة حمانة مارة صالح اموت انا واسعة توعيد السعنة مات حسابني